لكن الانفتاح ذكرت هذا المصطلح الانفتاح وهناك كلام يقول أن الصراع الآن هو بين من مع إيران وبين من مع أمريكا ما زال إلى الآن يخيم هذا الكلام على المشد أنا أعتقد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحكماء على مستوى المنظومة السياسية والدبلوماسية ما أثبت حنكتهم من خلال مثلا الأمثلة تضرب ولا تقاس 12 سنة مفاوضات مع خمسة زائد واحد وتوجت بانتصار كاسح لا بأس أن يكون حقيقة هناك مساعي إيجابية سواء من الجمهورية الإسلامية أو مساعي إيجابية من بلدان أخرى بشرط أن تثبت حسن النية وتدخلها وتدخلها لصالح الشعب العراقي ودولة العراق وإذا حصل تضارف في المساعي من أجل الخروج من الأزمة السياسية لا بأس في ذلك لكن إذا كانت المساعي السياسية والتفاهمات على حساب سيادة العراق ومصالح الشعب العراقي يقينا مرفوضة جملة وتفصيلا ولكني أعتقد أن الأمريكان وهذا ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة خصوصا الغربية أن الأمريكان والسعوديون معتكفين على ممارسة ضغوط حثيثة من أجل إرجاع البرلمان إلى سابق عهده أي عودة السيد الجبوري والعهد على حقيقة الوسائل الإعلامية العالمية نحن لم نشاهد بعيننا ولكن هذا ما تنقله وسائل الإعلام بهذا الكلام هذا الكلام يؤدي إلى نتيجة والنتيجة تقول أنك ربما تستشعر أن النواب المعتصمين الآن داخل البرلمان فعلا يمثلون رأي الشارع بلا شك يمثلون رأي الشارع بلا شك هم ممثلين للشعب مئة وسبعين برلماني لم يأتوا من المريخ يا سيد الكريم لم يكنوا مئة وسبعين هؤلاء المواقعون من دخلوا في قبة البرلمان من صوتهم من أجلسوا أدنان الجنابي لم يأتوا من المريخ لكنهم لم يكملوا النصاب بدليل بعدة أدلة الكاميرات التي عفوا لم أسمع جيدا لم يكملوا النصاب حتى هم وقعوا على أوراق وفي اليوم التالي عادت الأمور ربما إلى مجاريها